عند عبارة ولعله مرارا ذكرناها للأعزاء في حاشية له على بحار الأنوار في صفحة مئة من كتاب العقل والجهل أعزائي خلي أذكر الباب أيضا بصت كلام لتوضيح مرام في كتاب العقل والجهل عند حاشية هناك يقول الطريق الذي سلكه البعض في فهم معاني الأخبار حيث أخذ الجميع في مرتبة واحدة من البيان وهي التي ينالها عامة الأفهام وهي المنزلة التي نزل فيها معظم الأخبار المجيبة لأسئلة أكثر السائلين يقول البعض تعامل مع الآيات والروايات بأنها ماذا على درجة واحد وما هي درجة يا درجة ها والعرف ببيبك يقول أصلا كل الآيات كل الروايات لابد نفهمها نصح النفذ واحد شنو ها من هذا العرف بالشارع دا يمشي نقول له تعال هاي الآية استفهم منها انت ما فهمه بعد انت مو من حقك شنو ها تفهم خلافه وهذا هو المنهج الظاهر هذا هو المنهج الذي مشى عليه ماذا يا منهج الحنبل أحمد بن الحنبل أساس نظريته هاي هذا يقول احنا وظاهر ظاهر دا يقول على العرش استوى اثنين عندي لأنه ما فقط قال يد الله فوق ايديهم اهنا كفت ايد شان قال اهنان شنو بل يداه هالشكل هالشكل لديه ولهذا يكونوا على ثقة في هذا البرنامج كنت ارى يقول انه والله استغرب يعني هم يقولون ينسبون الكتاب المقدس الى التجسيم والتشبيه تعالوا نقرأ اياتهم في القرى هذا الرسول ما لهم هذن اياته ولا تستطيع من تقول بابا هذن تحمل على كذا كذا تجد طائفة واسعة من المسلمين قالت تحمل على ماذا على ظواهرها احسنتو والعرف ببابك طبعا هذا انا اتصور هذه من لقاءات البحث الفقهي على البحث العقدي نعم في الاحكام الفقهية والعرف ببابك حسنا الحمد لله بينا بهذا الاصل اذا تم لا في الاحكام الفقهية ايضا شنو هذا الحد المشترك والعرف ببابك وإلا الحدود المتوسطة والاعلائية هذه ممالة العرف هذه ممالة الخواص